اتنين هنعرف على الهواء مباشرة زي ما شفنا النهاردة المشارع رحمة بن داري رئيس الجهاز التنفيذ الهيئة الوطنية الانتخابات وبيتكلمنا وبيقول لنا ايه بيقول لنا التفاصيل الخاصة به الهيئة الوطنية الانتخابات وتطورات اللي حصلة وايضا فيما يتعلق به الاجراءات وايضا دعوة المواطنين انهم يشاركوا بكسافة اتكلم على استقلالية الهيئة وبحكم الدستور والقانون والاختصاص بعملية انتخابية وادارتها بالكامل دون غيرها فيش اي حد له ابدا سلطان ابدا حتى الحكومة الحكومة دورها مساعدة الهيئة عندما تطلب الهيئة مساعدة يعني الهيئة النهاردة عايزين سادة القضاء يشرفوا على العملية انتخابية فالسيد وزير العد المشارع عمر مروان يطلع قرار يصدر قرار بانتداب قضاء من الجهات اللي قلت لحضرتك عليهم الى الهيئة الوطنية الانتخابات طيب هل وزير العد يتدخل في التوزيع لا دور مين الهيئة خلاص دور السيد وزير العد اصدر قرار بانتداب القضاء للاشراف على العملية انتخابية فالهيئة الوطنية الانتخابات يروح لها الاسماء توزع القضاء على اللجان المختلف طيب الصناديق فيه جهات إدارية الصناديق متعلقة بيها فيه حبر فوسفوري فيه كشوف انتخابية الأحوال المدنية وزارة الداخلية كل ده معاونة كل الحكومة تعاون على هيئة الوطن الانتخابات ولكن لا داخل الحكومة بالانتخابات ولا مسؤول في الحكومة من أول رئيس النزراء ولا واحد له علاقة بالانتخابات المسؤول عنها هيئة قضائية مستقلة لو ليهم أي شيء يتعلق بإجراءات يتكلموا الحقوق بعطلنا عايزين توفير مدارس وزارة التربية والتعليم المدارس عندنا انتخابات فيبقى فيه في الوقت ده ما يبقاش عندي دراسة فيها عندي أجازة عندي أجازة بندد أولادنا أجازة في المدارس اللي فيها انتخابات يوم أو اتنين أو تلاتة وبالتالي نحن بنتكلم في هذا الإجراء بشكل واضح التربية والتعليم بتقول لنا أيها المدارس بتاعتنا والهي الوطني النهاردة مشارس أحمد بن داري قال لنا أنه أجروا معاينة لجميع الفصول الخاصة التي ستجروا فيها العملية الانتخابية أجروا وتطمنوا يعني لو كان عندهم مدرسة فيها مشكلة لازم يطمئنوا على سلامة المدارس يطمئنوا على سلامة المقار الانتخابية كل سلامتها بالكامل لأنه أنت بتتكلم النهاردة على عملية انتخابية بيبقى فيه تواجد فيه إقبال من الناس الناس بتبقى موجودة تصويت قضاء موجودين بساعات طويلة وبالتالي كل شيء لازم يكون مؤمن وآمن وسليم كل مؤسسات الدولة تساعد الهيئة الانتخابية الوطني الانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة كل مؤسسات الدولة تساعد كل واحد فيه مكان وفيه تخصصه لكن لا أحد يتدخل إلا الهيئة فقط هي المعنية بإدارة العملية الانتخابية من أول بالمناسبة من أول ما يبدأوا يعلنوا قاعدة البيانات يوم الاثنين اللي جاي خلاص يعني ممكن فيه عملية جداول الناخبين بعدها خلاص فيش حد مجرد اللي هيئة قالت النهاردة فتح الباب التراشح كذا لإجراء الانتخابات كذا توقف القيد في جداول الانتخابات خلاص ترجمة نانسي قنقر